السلام عليكم ورحمة الله وصلنا إلى المعروض 3 من المعروض 1 من المعروضة 1 من المعروض 1 المعروض 1 المعروض 2 Dans la troisième partie, on va apprendre. في الجزء الثالث, هنتعلم. Les noms de pays avec les prépositions convenables. Asmai البلد, بحروف القرى المناسبة. Le verbe vivre, فعل يعيش. Les nationalités avec le verbe être. الجنسيات مع verbe يكون. وآخيرا, le verbe vouloir, يريد. اللي بيستخدم للرغبة و التمني. Les pays, البلد. Le pays, بلد. كلمة le pays, البلد. كلمة ممكن تكون plurial وممكن تكون sangulier مفرط حسب الأداء اللي قدامها. احنا هنا هندرس le pays, البلد. زي ما انتم شايفين, البلد كتيرة قوي أكتر من 200 بلد في العالم. لكن كلهم بيتقسموا لبلاد masculin, بلاد féminin, بلاد plurial. أسهل حاجة ممكنة ميزة هي البلاد plurial. اللي في اسمها دايما يوجد حرف ال-S. زي الأمثلة اللي أنا حطيتها قدامكم. Les etatsunis. Les etatsunis. الولايات المتحدة. le pays ba, اللي هي البلاد المتخافضة أو هولندا. من ضمنها سميها le pays ba. les imigas arab, اللي هي الإمارات العربية. les philippines, دولة الفلبين. les yel canary, اللي هي جزر الكاناري. طيب الأمثلة بتاعت البلاد الماسكلن والفيميناء. البلاد كتيرة قوي وانت مش لازم تحفظ لكن بعنيك تقدر تمايز. واضح قوي أن البلاد الفيميناء كلها بتنتهي بحرف ال-E. هو ده أهم حاجة. أما تلاقي اسم بلد بينتهي بال-E تعرف إن ده اسم فيميناء. كمان لازم تبعارفين إنه أسماء البلاد لازم يبقى أول حرف كبير. لازم يكون أول حرف majeskul كبير. مهم أولاً أحياناً اسم البلد بيبقى قريب من الجنسية. طب أعرف منين إن دي جنسية. nationality ولا اسم بلد. إن اسم البلد أول حرف لازم يكون majeskul كبير. الأمثلة اللي أنا جايبها لộماراك المغرب لوكندا معروفة لبرزيل لجابان اليابان لبرتغال البرتغال ليران إيران أمثلة للدول الفيميناء زي لا فرانس لاتونيزي تونس لاشينا الصين لاتوركي تركيا لإيجيبت وإيطالية وإيطاليا عشان أستخدم أسماء البلاد في جمل عشان أتكلم عن أسماء البلاد أنا ببقى محتاج أكتر من verb الفرب اللي عندي هنا هو verb vivre يعني يعيش وهذا الفرب مجموعة ثالثة يبقى لازم يتحفظ زي ما هو كده واخدوا بالكم من النط شوفوا الأمثلة اللي أنا جايبها أنا أعيش في المغرب تُو بي أو جابان تُو بي أو جابان أنت تأيش في اليابان إل في أو برزيل هو يعيش في البرازيل أل في أن فرانس أل في أن فرانس هيا تعيش في فرانسا نو فيوان أن إيجيبت نو فيوان أن إيجيبت نحن نعيش في مصر vous vivez en تركي vous vivez en تركي أنتم تعيشون في تركيا ils vivent aux Etatsunis هم يعيشون في الولايات المتحدة أمريكا هن يعيشنا في الإمارات بصوا على فيرب فيفرا شوفوا طريقة النط أنا قلت جوفي توفي الفي الفي نفس النط إنما فيه كتابة مختلفة بعد كده nous vivons vous vivez أنا قلت دايما إنه هاتقوا الناس والأوزاد بيتقيروا بالطريقة دي في كل الأفعال وأخيرا النهاية مع الإلفكاس والألفكاس بتوع الجامع النهاية ONT ما بتتقريش أنا قلت مئة مرة ما بتتقريش في أي فيرب أيا كانت مجموعته فهقول il vive و el vive il vive أو زي تازوني el vive أو زي ميران طيب البلاد اللي أنا حطتها بصوا حرف الجر اللي أنا حطه باللون اللبني دوت شوفوا عند الماراك والجابان والبرزيل واخد نفس حرف الجر اللي هو اللي بتقري اللي هو اللي هو حرفين بيتنطق يبعد رحط قعدة وقول إن حرف الجر ده بيتحط قبل أسماء البلاد المسكولين الأسماء البلاد المذكر بعد كده حلاقي en فرانس و en Egypt و en تركي دولة بلاد فمينة يبعد رأقول إن حرف الجر en لازم استخدمه قدام البلاد الفمينة المؤنث وحرف الجر o اللي بتقري زي الأولاني برضو o بس في هنا زيادة x بيتحط قدام أسماء البلاد البلوريال الجامع les nationalities les nationalities عن الجنسيات طبعا البلاد كتير فالجنسيات كتير أنا جايب ثلاث أمثلة بيوضحولي إزاي أفرق ما بين الجنسية المسكولين والجنسية الفيميناء المثال الأول je suis francais وجنبها je suis francais 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 أنا أكون فرنسي أنا أكون فرنسية الفرق ما بينهم أولا في النط francais francais بزود له الحرف E المثال الثاني tuye egyptian tuye egyptian tuye egyptian tuye egyptian أنت تكون مصري أنت تكون مصرية الفرق في النط والفرق في الكتابة أنا بقول egyptian بتنتهي بإن أنفية بخرجها من مناخيري فيها خنفة شوية egyptian والتانية egyptian فيها ضاب الإن فبتك على الإن في الإراية والمثال الثالث il est suisse il est suisse il est suisse il est suisse هو يكون سويسري هي تكون سويسرية نفس النط ونفس الكتابة كل البلاد ما بتخرجش غير عن القاعدة اللي قدامك دي يا إما أزود e علشان أجيب الفيميناء من المسكولين يا إما لو المسكولين بينتهي بإن يبقى هزود n e يا إما بسيب زي ما هي علشان نجمع البلاد والجنسيات في جملة واحدة ومع الأفعال بتاعتهم تعالوا نشوف في الطابلو دا والأمثلة دي les pays les nationalités les pays البلاد les nationalités والجنسيات المثال الأول je suis egyptian je vis en egypt je suis egyptian je vis en egypt أنا أكون مصري وأنا عايش في مصر المثال الأول tu es canadien tu vis au canada tu es canadien tu vis au canada أنت تكون canadi وأتعيش في canada المثال الأول il est il est francais il vit en france il est francais il vit en france هو يكون en france هو عايش في فرنس المثال الأول المثال الأول il il sont belge هم belge il vive en belge ويعيش في belge آخر مثال il son marocan il vive au maroc il son marocan il vive au maroc هم يكونوا مغربة وعايشين في المغرب زي ما نشايفين لازم تعرف أنه الفرق ما بين اسم البلد والجنسية اللي ممكن يتشابه أن اسم البلد لازم أول حرف منه يكون majuscule كبير كمان الأفعال اللي بتيجي مع الجنسية هو فعل واحد بس اللي هو verb être فلازم نكون حفظين verb être وأنا جبت الأمثلة ديت علشان أجيب التصريفات المختلفة لverb être يعني revision en même temps في نفس الوقت هنا أنا مجمع لك البلد اللي بتيجي في الانتحانات أكتر عشان يكون عندك حصلة كلمات معقولة جايب لك اسم البلد la nationality masculine يعني الجنسية المذكر la nationality feminine يعني الجنسية المؤنث وقايب لك كمان la capital يعني عاصمة البلد فنبتدي بي l'Egypt اللي هي مصر الجنسية اللي الولد هتبقى Egyptian والبنت Egyptian والعاصمة اسمها low care خد بالك أن كل عواصم العالم مفهاش أدوات غير القاهرة بس اسمها القاهرة low care ودي ليها قصة يعني وليها كمان طريقة وحرف جر معين قبل ما بتكتف في جملة طيب نكمل la France روس موسكو l'italie italian italian rome نبص فيه دايماً أنا ليهمني هنا الجنسيات يا شباب هتلاو Egyptian المؤنس منها Egyptian زودت N وبعدين E عندي لكن أجي عند أمريكان وماروكان رغم أن آخرهم N لكن أنا ما زودت N تاني أنا زودت تابع القاعدة الرئيسية زودت بس ما عملتش double N رجعت عملت double N تاني في italian بقت italian أمثلة أخرى land land ليه الهند andia andian والعاصمة delhi lo canada canadian canadian والعاصمة أوtawa l'espania espanol espanol madrid خد بالك هنا espanol espanol نفس النط لكن في الكتابة في E للمؤنس la tunisie tunisian tunisian والعاصمة اسمها tunisie نفس الاسم بتاع البالد le piyipa le piyipa اللي البلاد المنخفض اللي هولندا الجنسية با holanday holandays holanday holandays والعاصمة amesterdam يبقى خد بالك ان هولندا لها اسمين ممكن holand وممكن piyipa lo brasil brasilian 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 la suis 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 berne la belgica belge belge brasilian 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 الجنسية بتاعتهم ما بتتغيرش من الماس filan وال femen خليهم على جنب دولت لان هينفعوك واحدة منهم ساعات بتيجي في الامتحانات عشان اقيس الطلبة اللي بتذاكر كويس عندي rus rus يعني rus روسية ما بتتغيرش لكتابة ولا نط سويس 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 ريس 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 بلج بلجيكي وبلجيكية دولت واحدة منهم دايما بتيجي في المتحانات اخر معلومة في الوحدة الاولى هو verbe vouloir verbe vouloir بمعنى يريد بيعبر عن الرغبة عن الامنية vouloir دا verbe تروازيام جروب مجموعة تالت لازم يتحفز كويس خد بلك من النط ومن الكتاب ايرا معايا الامثلة واحد je veux un livre je veux انتا تريد قال مك il veut le pantalon bleu il veut le pantalon bleu هو يريد ال pantalon للازرة ال veut ست رب ال veut ست رب هيا تريد هزا الفستان الاربع لان ارتهم هو نفس النط je veux tu veux il veut elle veut ولكن نفر في الكتاب بعد كدا نو 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 دو لاب 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 نحن نو 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 ن literally انتم تريدونا ان تأكولو سمك وآخر مثال تاني قرأت بعد كده زي ما قلت دايما افعال بتنتابل انس بتتقري كده واخيرا من الامثالة قدامنا اقدر استخرج قاعدة بتقول لي انه يجي بعضي اما اسم مع الاداة بتاعته لانه اي اسم ما بيجيش غير لما يكون قابلي اداة الامثالة الخامسة الاولانية نشوفوا الادوات المحطوطة ان ليفر دي اداة ناكرة ان ديفيني تان ستيلو دي اداة بوسيسيف ملكية البونتالون بلو اللو دي اداة معرفة ست راب دي صفة اشارة دي منستخاتيف واخر حاجة دولا بيتزا دي اداة تكزئة يبقى استخدام فيرب فولوار ممكن استخدم بعديه مباشرة اسم بالاداة بتاعته الامثالة التلاتة الاخرانيين جاي بعد فيرب فولوار فعل في الانفينيتيف في المصدر وده كده اول استخدام لفعل في المصدر انا دايما اي فعل يا شباب لما اجي احطه في جملة لازم اصرفه عشان كده منقولك احفظ الفيرب واحفظ تصريفاته انما امتا استخدم فيرب من غير مصرفه زي ما هو كده في شكله الرئيسي اللي بسميه الانفينيتيف المصدر القاعدة بتقولي لو كان فيه قبليه فيرب اخر مصرف هنا الفرب الاخر اللي هو فيرب فولوار انا مصرفه يبقى لما احب اجيب بعديه فيرب تاني لازم يكون في الانفينيتيف الجملة التلاتة جملة الاخرانيين مانجي دي بوصان فيرب مانجي جاي في الانفينيتيف فيزيتي الميزي موجود فيرب فيزيتي في الانفينيتيف فيرب اتر ماتسا موجود فيرب اتر في الانفينيتيف يبقى لما تيجي تستخدم فيرب فولوار في جملة عايز تعبر عن رغبة عن امنية اما انك تجيب اس بالاداب تاعته واما انك تجيب فيرب في الانفينيتيف في المصدر نشوف بقى مع بعض الاجزارسيس الاسئلة المتنوعة على المعلومات اللي في الجزء التالت وان شاء الله استنوني فيديو هنعمل امتحان كامل على كل معلومات الوحدة الاولى السؤال الاول دايما انا بحب اعمل سؤال زي كده علشان اقيس عندك درجة حفظك كتابة لتصريفات الافعال انا جايب لك الضمير لكن مش مترتبة هتشوف بقى هتحط لي فيرب فيفر ازاي هاقرأ لك الغمال إلا اوز اتازوني مفروض هم يعيشوا في الولايات المتحدة نو او نجيبت نحن نعيش في مصر إلا او مكسيك هو يعيش في المكسيك تو او بورتوغال انت تعيش في البرتوغال وبنفس الطريقة السؤال الثاني برضو لازم نكون حفظين البرب وولوار وتصريفاته نفس الحكاية انا مغير في الضمير عشان اشوف هتكتبه ازاي هقرأ لكلم امثلة إلا اللي او سينيما هم يريدون ازهاب الى السينيما نو ست ايكول نحن نريد هذه المدرسة إلا سون فيلو هو يريد العقلة بتاعته تو دو لاغلاس انت تريد ايس كريم دا سؤال يعني هل تريد ايس كريم جو اتخ ميتسن انا اريد اكون طبيب ال دانسي دون لفت هي تريد ان ترقص في الحفلة سؤال على حروف الجر اللي بتيجي قبل البلاد complete avec on و o و o لازم نكون عارفين ورجع مع بعض ان ال on امام البلاد الفيميناء وبعرفها منين اللي اخرها e ال o امام البلاد المسطولان اللي ما فيش في اسمها e في الاخر واخر حاجة o اللي فيها اكس دي للبلاد البلوريال الامثلة اللي عندي واحد هو يعمل المفروض في اليابان تفي الجيري انت تعيش في القزائر هو يسافر او يرحل الى هولندا هي تسافر الى كندا نحن نعيش في السويد انتم تعملون في الامارات الباخت جراس هم يرحلون او يسافرون الى اليونان الفان سودان هم يذهبن الى السودان شوف اسماء البلاد هتلاقي في اسماء جديدة مش محطوطة في الليستة اللي انا كاتبها الموضوع سهل زي ما قلت فين البلاد المسكولان الفيميناء البلوريال حاول واكتب لي الاجابات في التعليقات وانا هرد عليكم سؤال نميرو 4 اختار الاجابة الصحيحة دابع سؤال للمتفوقين المثال الاول تونيزي يترى تونيزي هحطلها ل ولا لا ولا لي يترى تونيزي اسم مسكولان ولا فيميناء ولا بلوريال المثال التاني يلسان يترى هم يكونوا اتازوني ولا امريكان انا محتاج هنا اسم بلد ولا محتاج جنسية رقم 3 واخيرا لي سويس سويس خد بالك دي نفس الكلمة لكن فيه اختلاف صغير اوي لو عرفته هتعرف الحل على طول طبعا لازم نتوقع التكست لازم اتوقع انه مدام فيه فوكابيولير مفردات في اي وحدة يبقى لازم اقيس عندك انت بتفهم المفردات دي جوه جمل وجوه تكست ازاي وعلشان اتأكد انك فاهم التكست لازم اجيب لك اسئلة واشوف هتحلها ازاي التكست اللي قدامنا هو الديالوج المراضي العنوان بتاعه التيتر هو الايروبار التيتر اللي هو العنوان الايروبار يعني في المطار واشنو اغدين الاماكن هنا حوار ما بين جولي وما بين ماري جولي بتقول vous êtes فرنسيز بتسأل vous êtes فرنسيز ماري قلت لها non جو سوي بلج mais جابيت ان سويس mais يعني ولكن جابيت ان سويس اسكن في سويس اي vous وحضرتك كالي votre ناشناليتي جولي قالت لها انا اذهب الى رم pour تعالی تابعن تعالی بمانا يعمالي اشتهال جو سوي جورناليست جو سلي اراء اوصي هو ان تياتوحي رم اوصي ماري قالت لها ووی من فس الکس ابني الکس اتودية رسم بيادرس فرم يلو اتخه فتغراف سا فام زاوغاتو ناتالي اتاليان يلو اتخه شانتوز جولي هلتلاها كسكه وفتت ان اتالي هتعمل اف اتالي ماري هلتلا جو پس مي وقانس انه بات دي اغازا جو واشتري دي سوونير pour مزاله وعيزاش تري هدايا للطلبة بطوي علشان جو سوي بروفيسور التكست دوت موجود فيه اسماء بلاد موجود فيه اسماء مدن موجود فيه الجنسيات بتاعت الاشخاص موجود حتى ازاي اسأل حد انت جنسيتك ايه الاسئلة الاسئلة لقدامه هي اختيار اجابة من ثلاثة وايه السؤال الاول جولي ايه يطرف خانساز بلج ايطاليان جنسيتها ايه نمیرو دو ماري في تایش ان فرانس ان اتالي ان سویس نمیرو تروى الو اتر چانتز الو اتر چانتز يطرف مين ماري والا نتالي والا جولي نمیرو كاتر الپرن ان پر الي ارام الپرن هم لتنین بياخدو پر الي ارام يطرف لطرن 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 نمیرو 5 عليك في نابع رحمة ، لإبلو بر nutritبفيзو رو حل wiz والبرمن بن PL 6 ليس سريعة المنظّوة المترجم و weiterhin برد الصور و هناك المترجمة لتهى الرصرة أولا كان لذلك الإمترضة إليك فورته بلاحظة في أمونا والسلام عليكم ورحمة الله Merci et au revoir